اشتركوا في القناة الاول شرحنا اول عنص او اول جزء في المزيج التسويقي اللي هو المنتج المنتج تمام شرحناه في اربع حصاص طيب النهاردة الحصة الخمسة والاخيرة في الجزء بتاع المنتج طيب خصة بايه بقى بحلها مرفق اربعة اختبار تحريري للوحدة ككل يعني شامل الوحدة دي كلها خلاص كده وحدة المنتج ده شامل عليها من المقرر عليكم من الوحدات اللي المقرر عليكم مش من عندنا حاجة مرفق اربعة اختبار تحرير الوحدة ككل ماشي هنا بقول لي السؤال الاول ده علامة صح او خطأ واحد تمييز المنتج هو عملية جعل المنتج مميزا او مختلفة تقول لي والله يا استاذ حسن احنا منفهق مهما كان دماغنا يعني بس منفهق طب انت بتقول لي تمييز وكتيب لي مميزة يبقى كده العبارة صح يبقى تمييز المنتج هو عملية جعل المنتج مميزا او مختلفا دي صح طب اتنين المنتج هو كل شيء مدي ملموس فقط بقى ده اسمه كلام ده اول كلمة قلت المنتج هو كل شيء مدي زي السلعة اللي هو الملموسة طب والغير مدي الغير ملموس زي الخدمة يبقى مينفعش تقول لي مدي ملموس فقط لا ده ملموس وغير ملموس مدي وغير مدي يبقى العبارة دي خطأ يبقى المنتج هو كل شيء مدي ملموس فقط خطأ طب تلاتة مرحلة النطج فاكرين النطج اللي هي قمة أعلى قمة في المنحنة في الهرم مرحلة النطج من مراحل تطور دورة حياة المنتج بقوله صح أربعة قبل البدء في تطوير المنتج قبل ما نبدأ نطور في المنتج يجب معرفة احتياجات السوق أكيد طبعا أما لا نحنطور المنتج لمين لي لا لا احتياجات السوق يبقى العبارة صح السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية أكمل العبارات الآتية واحد يعرف المنتج بأنه يعني أقولك عرف بقى المنتج إيه هو المنتج؟ هو أي شيء مدي ملموس اللي هو السلعة أو غير ملموس اللي هو الخدمة يتم تداوله أو تداوله من خلال عملية التبادل بين الأفراد أو بين المنظمات أو بين الأفراد والمنظمات ده التعريف الشامل الكامل للمنتج طيب اتنين يمكن تطوير المنتج عن طريق عن طريق كم حاجة؟ ثلاثة طبعا النقط هنا مش هتكفي عشان كده هنحللها لكم فوق أهو فوق أهو هتبلك فوق أتمن رقم اثنين يتم أو يمكن تطوير المنتج عن طريق واحد تطوير وتعبئة المنتج اثنين تطوير شكل ولون وحجم المنتج ثلاثة إضافة خدمات أو مميزات للمنتج جميل طيب ثلاثة تصنف الخدمات حسب تصنف حسب يشيء غير مدي مش كده ها اللي هو غير ملموس ويصعب تخزينها وتنطوع على بعد شخصي ماشي دي تصنف الخدمات على أساس انها شيء غير مادي وغير ملموس وبيصعب تخزينها وتنطوع على بعد شخصي اللي معناها خصائص أو سمات أو صفات الخدمات أربعة يعتبر المنتج ها والتسعير والمكان اللي هو منسمي التوزيع والترويج أيوة هي أبعاد مزيج المنتج أبعاد مزيج المنتج صح؟ الوصم المزيج التسويقي يبقى الأربعهم السؤال اللي باعتها اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس واحد هي منتجات تمة أو غير تمة ويمكن لمسها بالحواس الاخ 느� حواس الخمسة حواس الخمسة طيب بقول السلعة ولا الخدمة طب أصف حاجة بقولني من المزه والحواس الخمسة يعني بتشوفها بعيني إبقى ما هي ما تنفعش الخدمة السلعة إبقى هي منتجات تمة أو غير تمة ويمكن لمسها بالحواس الخمسة اللي هي السلعة اتنين من إجراءات الأمن والسلامة للمنتجات من إجراءات الأمن والسلامة للمنتجات كتب لي استخدام مكونات آمنة تبتقول الأمن ودي آمنة في تكوين المنتجات ولا تطوير المنتجات لا نقول له استخدام مكونات آمنة في تكوين المنتجات ثلاثة من مكونات الغلاف من مكونات الغلاف بقول لستراتيجية التقديم طب هي علاقة استراتيجية تقديم الغلاف ولا تبيين يعني توضيح المنتج لا نقول له من مكونات الغلاف تبيين المنتج أربعة والأخيرة تغطي سياسة المنتج بوجه عام تغليف المنتج ولا العرض نقوله لا سياسة المنتج تغطى من خلال تغليف المنتج إذا تغطى سياسة المنتج بوجه عام من تغليف المنتج بكده يكون شرحنا وحدة المنتج اللي هو العنصر الأول من عناصر المزيج التسويقي فأربع حصص وكملناه بالحصة الخامسة اللي هو مرفق أربعة اختبار تحرير الوحدة بكده نكون أنهينا وحدة المنتج على أكمل وجه لسه مستمرين معكم إن شاء الله في وحدة التسعير وحدة المكان أو التوزيع وحدة الترويج ودول الأربعة المقررين عليكم في الترمي الأول كان معكم الأستاذ حسن حسن برمو كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية ومحافظة البحيرة وموجه أول محاسبة سابقة نترككم في معاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة